نظمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري والدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المؤتمر الدولي الأورو متوسطي الرابع للتحكيم الدولي بمشاركة نخبة من كبار المتخصصين في مجال التحكيم الدولي والاستثمار من داخل المملكة وخارجها حضر المؤتمر مع علي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وسعدت المستشار عبدالله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو من حط برحاله للمرة الأولى على أرض البحرين مستقطبا ثلة من كبار المتخصصين في مجال التحكيم الدولي والاستثمار من داخل المملكة وخارجها المؤتمر الدولي الأورو متوسطي الرابع للتحكيم الدولي يأتي وفي سلته العديد من الأهداف التي تتمحور حول الترويج لبيئة مجتمعية تحكيمية مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ضمن برنامج خطط له لأن يكون داعما حقيقيا وضمانا مطلقا للنهوض ببيئة الاستثمارات لكونها العاملة الأساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي في حوض البحر المتوسط عمل الاستثماري يكون أكثر وضوح المستثمر يكون بالنسبة للأمور واضحة لما تكون القوانين موحدة لما تكون تفسيرات القوانين موحدة يعني أنا في القاضي البحريني لما فسرها مثل القاضي الإنجليزي أو مثل القاضي الفرنسي فأي المستثمر يي البحرين عند الأمور واضحة يعني عنده حقوق واضحة ويعرفها لأنها منصوص عليها في قانون يقرأ ويفهمه ويفسره جلسات نقاشية وأخرى تدريبية ضمها المؤتمر التي عنيت بقواعد التحكيم الجديدة وضرورة رسم إطار من الاستقلالية التامة للمحكمين عطفا على ذلك ظهور معالم الحاجة إلى تفادي تضارب المصالح في التحكيم التجاري الدولي إضافة إلى موضوع الجوانب العملية لإجراءات التحكيم في قضايا الاستثمار بلغة شفافة وموضوعية موضوع الاستثمار من المواضيع المهمة الآن على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة فالغرفة سعت إلى أنها تلقي الضوء فيما يتعلق بهذا الجانب المتخصص جدا وتتيح الفرصة للعاملين في مجال التحكيم في المنطقة أو حتى على المستوى الدولي بالاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة نظرة مستفيدة نحو أبرز الممارسات العالمية في مجال التحكيم التجاري الدولي وتبادل للخبرات وفرها المؤتمر على نطاق واسع ليتم الوصول نحو صياغات مثلى لقواعد تحكيمية جديدة منقحة وموحدة تتوائم وحجم المتغيرات التي قد تطرأ على مجال التحكيم بصورة كافة المؤتمر يأتي في مرحلة تصبخ مباشرة جلسة مهمة جدا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي يوم 27 نوفمبر والتي ستبدأ في هذا اليوم وتستمر حتى يوم 2 ديسمبر لتضع تعديلا لنظام التحكيم الاستثماري في العالم أي نظام موازي على ما أظن لنظام الاكسد في واشنطن توعية الممارسين والحكام من يقوم بمهمة المحكم في قضايا التحكيم بموضعات ومتى وين تقبل مهمة التحكيم ومتى يقدح في حياد المحكم وبذلك فالمؤتمر بأدي دور مهم لأنه يبعد بهذه التوعية يكون عند المهتمين بالتحكيم نظرة مستقبلية تجنبهم حالات القطح في نزاهد أو حياد المحكم لدور البحرين الهام والمؤثر في مجال التحكيم الدولي تأتي التأكيدات على المباشرة الجادة في افتتاح مكتب إقليميا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في المملكة ليكون منوطا به تغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتلفزيون البحرين محمد رشيدات اشتركوا في القناة